ينادي ابنه فلا يسمع ولا يجيب تمر من أمام ابنتها فلا تنتبه لها ولا تلتفت إليها إنهم معزولون عمن حولهم بالعالم الافتراضي عالم الألعاب الإلكترونية وقد أصيب الكبار والصغار بهوس اللعب بها ساعات طويلة حتى تحول الأمر إلى إدمان وقد لا ينتبهون إلى الأخطار الجسيمة التي تحتوي عليها الألعاب الإلكترونية فمن الألعاب ما يحتوي على الشرك كتعظيم الأصنام والصلبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضة ومنها ما يشتمل على السحر والشعوذة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات أي المهلكات الشرك بالله والسحر الحديث ومنها ما يشتمل على العري والمناظر التي تخدش الحياء وتدعو إلى الفحشاء وقد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كما أنها تفسد واقعية الطفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات كالكائنات الفضائية ذات القوة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع ومن آثارها السلبية أنها ترب العنف والعدوانية في نفوس الأطفال كما تزرع بينهم الكراهية كما يفعل القمار وهي تضر بالصحة كالطراب الأعصاب ورعشة الأطراف وآلام الظهر وضعف السمع والنظر كما تؤدي إلى الاضطرابات النفسية ومرض التوحد والاكتئاب ولا يخفى تضيعها للأوقات وإلهاؤها عن الواجبات قال شيخ الإسلام بن تيمية ما ألها وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع الله وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام فاترك هذه الملهيات وأقبل على ما ينفعك واعلم أنك محاسب على عمرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه